منشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات ويعيد السعادة مرة أخرى إلى جماهيره ويعيد السعادة والبسمة مرة أخرى إلى جماهيره بعد أن غابت عنهم الانتصارات وتلقى الفريق هزيمتين متتاليتين في الدولة الإنجليزية الممتاز النهاردة السيتزينز يعودون مرة أخرى يعودون بقيادة بيب كورديولا يعودون بتألق غير عادي من جانب إرلينغ هالند النهاردة النهاردة عايزين نقول أن منشستر سيتي يعود ويتصدر الدولة الإنجليزية بعد أن كان فريق ليفربول قد تصدر الدولة الإنجليزية من حوالي ثلاث ساعات تنافس شرس ما بين الفرق الكبرى في الدولة الإنجليزية على الصدارة تنافس غير عادي الحقيقة ما نشاهده في الدولة الإنجليزية حاليا هو عبارة عن شيء استثنائي لكن النهاردة لابد أن نقول أن اللاعب إرلينغ هالند النهاردة بالرغم من حالة العزلة اللي كنا بنحدث عنها في المباراة السابقة النهاردة هالند يتألق ويسجل هدف رائع من القرات اللي نادرا ما تجد هالند يسدد أول مرة أشوف إرلينغ هالند يسجل هدف من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء زاحفة أرضية قوية دقيقة تسكن شباك برايتون الإنجليزي حارس المرمى لم يستطع أن يفعل أي شيء تسديدة موجهة ودقيقة وأنا متأكد أن اللاعب هالند كان قد تدرب على التسديد من خارج منطقة الجزاء لفترة في الفترة السابقة من أجل تطوير مهارته في التسديد والتعامل مع كل الظروف التعامل مع كل الظروف بمعنى أنه هو ممكن يكون يتعامل داخل منطقة الجزاء ممكن يتعامل خارج منطقة الجزاء من خلال التسديد النهاردة لحظنا فعلاً لياقة بدانية عالية جداً من جانب إرلينغ هالند النهاردة يتعب دفاعات فريق برايتون الإنجليزي الهدف الأول ما ننساش أبداً المجود الرائع الذي قام به نجم الفريق اللاعب جيري ميدوكو النهاردة بيقدم واحدة من أجمل العروض النهاردة جيري ميدوكو يعزف الحانه الكروية ويستمر في إبهار جماهير منشستر سيتي ويستمر في تقديم العروض الممتعة والتي تكون مهتمرة في نفس الوقت يصنع هدف رائع بيستلم الكرة ناحية الطرف الشمال ويعمل الشغل بتاعه ويخترق دفاعات فريق برايتون ويمرر كرة على طبق من ذهب ليه اللاعب جوليان الفارز اللي بيحطها بقدمه اليسرى الحقيقة حطها بدقة عالية حطها عكس اتجاه حارس المرمى الحارس راح في مكان والكرة راحت في مكان آخر في الزاوية القريبة الحقيقة محطوطة بطريقة ممتازة من جانب جوليان الفارز الحقيقة النهاردة فريق برايتون الإنجليزي وكما ذكرنا من قبل ليس هذا أداء برايتون الإنجليزي الذي كان عليه في الموسم الماضي الموسم الماضي كان أفضل يستمر برايتون في تقديم عروض غير جيدة في الفترة الأخيرة طبعا ربما يكون الفريق ينافس على جبهتين الموسم الماضي كان ينافس في بطولة واحدة فقط وهي بطولة الدور الإنجليزي الممتازة النهاردة أمامك بطولتين كبيرتين ربما يكون فريق برايتون غير قادر وليس من الفرق التي تستطيع التعامل مع بطولتين كبيرتين في نفس التوقيت لأن ذلك يحتاج إلى إعداد بنى نهائل يحتاج إلى بنك احتياط يكون جاهز في هذه الأوقات حقا ربما يكون فريق برايتون فعلا سيستنزف خلال هذا الموسم لأنه يلعب فعلا في بطولتين كبيرتين هل سيستطيع الماضي الفني لبرايتون أنه يقدم نفس الأداء في البطولتين الدور الإنجليزي وبطولة الدوري الأوروبي بطولتين طبعا الاتنين يحتاجوا إلى إعداد بدني وتجهيز وخطط وكل مباراة لها خطط مختلفة إذن ربما يكون هذا اختبار حقيقي لفريق برايتون أنه يشارك في بطولتين كبيرتين وماذا سيقدم للجماهير هذا هو السؤال المهم زي ما عارفين فريق السيتي هو ملك الاستحواز فريق السيتي 55% استحواز طبعا متوقع تماما مقابل 45% لفريق برايتون أن هذا فريق السيتي بقية جورديولا الفريق دخل وهو في قيمة التركيز ضغط على جميع أنحاء الملعب لم يترك أدنى فرصة لفريق برايتون أنه يخلق أي نوع من أنواع المشاكل لذلك كانت الرقابة الأسيقة كانت ضغط في خط الوسط مهم جدا أنت النهاردة عودة جون ستونز تمثل إضافة رهيبة لخط وسط فريق منشستر سيتي فريق منشستر سيتي يمتلك خط وسط قوي جدا خط وسط متين جون ستونز النهاردة مع رودري ستونز يعيد التوازن ويعيد الثقل المطلوب لخط الوسط لاعب ممتاز في خط الوسط يجهيد الأداء الدفاعي يساهم بشكل مبهر في العمليات الهجومية إذن هو لاعب فعلا لا غنى عنه في تشكيلة منشستر سيتي ويصنع الفرق بشكل كبير اعتلاق منشستر سيتي للدور الإنجليزي الممتاز كان مسألة وقت وهذا ما حدث بالفعل يتصدر حاليا منشستر سيتي الدور الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة ولكن نحن في انتظار فرق أخرى ربما تقلب الطاولة على منشستر سيتي يعني فيه تقلبات كبيرة جدا بالنسبة لصدارة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم الشيئي يعني ربما لم يحدث من قبل بهذا التكرار وهذه الروح القتالية العالية من جانب جميع الفرق الكبرى في الدور الإنجليزي على الجانب الآخر قدم فريق تشيلسي الإنجليزي فريق البلوز أداء مرعب على ملعب ستانفورد بريدج أمام فريق أرسنال الإنجليزي موريسيو بوتيتشينو هذا المدير الفني المحنك النهاردة خسر نقطتين الحقيقة النهاردة كان استحق تشيلسي الإنجليزي الخروج بالثلاث نقاط كاملة بسبب الأداء المبهر الذي قدمه الفريق في الشوط الأول في الشوط الثاني والروح القتالية العالية جدا والحماس غير العادي من جانب لعبي فريق تشيلسي في جميع أرجاء الملعب الحقيقة أنا أتفق مع وصف جوجل لمباراة تشيلسي وأرسنال إن أرسنال فعلا خطف نقطة لا يستحقها على الإطلاق هو كان مكتوب ستيل يعني يسرق نقطة إحنا نقول يخطف نقطة الحقيقة لم يكن فريق أرسنال يستحق أن يحصل على نقطة واحدة كان أرسنال بالفعل يستحق الهزيمة في هذه المباراة نظرا لأداء العقيم وكرت القدم التي يعني هي فعلا كرة قدم غريبة جدا استحواز غير فعال على المرمى ترك موريسيو بوتيتينو في خطة اللعب الاستحواز لأرسنال وقال لهم استحوزوا كما شئتم على الكرة ولكن أنا من سأسجل فعلا رأينا تشيلسيو هو الذي يبادر بالتسجيل وصل تشيلسيو إلى المرمى واستطاع أن يسجل هدف في الشوت الأول من ركلة جزاء في الشوت الثاني استطاع أيضا عن طريق هدف رائع هدف عظيم من جانب اللعب مدرك اللعب الأوكراني المتميز حتى بقدمه اليسرى بمنتهى الزكاء بمنتهى الدهاء أداء رائع من تشيلسي النهاردة جماهير تشيلسي في ملعب ستانفورد بريدش كانت في قمة الحماس في قمة الإصرار على تحقيق الفوز دعم كبير جدا للاعبي فريق تشيلسي النهاردة فعلا تشيلسي يعني كل اللي شاهد المبراء لابد أن يقول وحتى المعلق جون تشامبيون النهاردة لازم يقول أن فعلا نهاردة تشيلسي كان يستحق النقاط الثلاثة بعض جماهير تشيلسي وصفت النتيجة بأنها نتيجة مستفزة لأنه فعلا يعني هو بصراحة نتيجة مستفزة لعشاق تشيلسي الإنجليزي حول العالم أنك انت تكون مدقدم اتنين صفر حتى الدقيقة تقريبا خمس وسبعين في آخر ربع ساعة خطأ من حارس مرمى تشيلسي يعني هو ده كان نقطة التحول في هذه المباراة أنا شايف أنه هو خطأ أي نعم ويحدث ذلك في كرة القدم وشاهدنا في الدور الإنجليزي أكثر من خطأ يتم استغلال وتسجيل هدف لكن عايز أقول أنه حارس تشيلسي الإنجليزي وهذا حارس مميز هذا حارس موهوب أنا شايف أنه هو حارس رائع وعلى أعلى مستوى الأخطاء طبعا تحدث ولكنه حارس فعلا جيد جدا وأثبت قدرات هائلة في الفترة الماضية هدف التعادل كان النهاردة هدف عادي جدا جدا فيه خطأ واضح جدا في التغطية من الباك اليمين لدى فريق تشيلسي الإنجليزي ولكن بغض النظر عن ما حدث هذه هي كرة القدم تشيلسي كاد أن يحقق الفوز الرابع على التواليه ولكن للأسف الحظ لم يكن يحالف فريق تشيلسي في هذه المباراة عايزي أن نقول النهاردة أن إيرلينغ هلند يرفع رصيده إلى تسعى هدف وهتصدر ترتيب هدف الدوري الإنجليزي يليه محمد صلاح الذي قفز فجأة وسجل أربع هدف كاملة في آخر مبارتين محمد صلاح يا جماعة بيحط أربع هدف في آخر مبارتين النهاردة حط هدفين بمنتهى الهدوء ويضع نفسه في منافسة شرسة مع إيرلينغ هلند على ترتيب هدف الدوري الإنجليزي اشتركوا في القناة